كيف تعمل خواتم الصفرة بمكونات موجودة بكل بيت هدول خواتم الصفرة أنا بحطن وقت العزيم بكون عندي عزيمة بحطن بقلبهم المحاين بطلع شكلهم كتير حلو ومرتب على الطاولة هلأ شو منحتاج بساعدكم هاد الرول هاد الرول بيطلع من وراء الاصدير وقت بتخلصي وراء الاصدير أكيد لاتنا نستخدم ببيت كل ست بتستخدم وراء الاصدير وقت بتخلص الاصدير منه بيطلع عندكم هاد الرول هو رول كرتوني بس قاسي شعفين كيف قاسي صعب ينطوى بعدين منحتاج لمقاص ومنحتاج لا أنا بستخدم هاد الخيط الاش كتير ظريف وحلو بيطلع وأكيد للزاق أي ماركة للزاق ما بتفرق شو ما كان للزاق سائل وعنا هون اللهم صعي لنبي فرد سيليكون أنا جايبة يدون الوردات بحطة حطوها على الخواتين بس لو حط عليهم هون الخيط الاش شايفين جايبة مثل هي الوردة أنا بتلبق مع طاقم الصفرة السحون تبعاتي وفي هذا اللون كمان بيلبق مع طاقم الصفرة عندي وفي هذا اللون أنا هاد رول قصيته عند النجار يعني شان ما ياخد معي وقت انتي بإمكانك فيك تقصي بالسكين بس يعني شوي صعب بيطلع قاسي على الإيد فإنا أخدته عند النجار قصي إياهم بها الطريقة بيطلع منهم هيك شوي تورا فأنا شو عملت؟ هو النجار عطاني هاي الورقة مثل ورقة الإزاز بيلولة وسنفرتهم حفيتهم هيك هيك حتى صارت دايل حق نظيف وما أحلى شايفين أنا أول شي حنبدأ هناخد هذا الخيط نحق قص تقريبا بحدود مترين مترين ونص ما في يعني ما لي حاسبوا أنا كم متر بس يعني كمية بني حقص منه إذا أنا قصني برضي برضي بضيف مرة ثانية ما عندي مشكلة تمام؟ هلأ بجيب هدول بحط عليها هلأ بطرة من برا؟ ومن جوا؟ عايفين كيف بحط من جوا كمان؟ بغمرة كلنا من برا من جوه بس يعني هالمسافة بس خط واحد هي خط واحد من جوه بعدين بحط خيط القش من جوه نبشده منيه بس حبيت خيط كله هو بس اول شوي هيك بيلبك مشان ما يفلط الخيط معناه بس طلنا عليه شوي لحتى يجزاق بلد بس حبي الخيط مرة تانية خلاص معت في داع اللي يزعوا هى من اوله و من نهاية الخيط من بداية الخيط و من نهاية الخيط شايفين كيف يلزق هلا بضل هيك لحد ما يخص عند الخيط و اغليفه كله بال اغليف الكرتوني كله بخيط القش هلا قبل ما كميل بس حبيت لكم انه انا هاي قصيته بحدود الاربع سنتي من هون لهون من هون لهون اربع سنتي اربع سنتي هيك بكفي حلو تطلع هيك محالة من الصفره هيا ما حلو تطلع لا ادياء ولا اغراض اغليف كميل يعني هاي المحالة مع الجد تطلع بشكل مرته و من الاشياء بسيطة يعني ما بتكلف كتير هو الرو العواض ما تكبيه هنستخدمه و مزيق اردي اكيد موجود بكل بيت وهذا خيط القش كتير و خيص سعره يعني ما له غالي ابدا و الورد حتى الورد من محلات الابو خمسة محلات الابو خمسة ريان عن نفسه شايفين كيف هيك مقه حلو انا كله عدمي منزقته بس من بدايته لاخلاص متى ما عم شده عم نف الخيط حوالي فهو لحاله حيالا عالكرتوني هالاول غلازة الشغل فيه بس انو بيهرين شوي قطة وينوبرت تبع الخيط بس مو مشكلة بب بنمسك اخر شي الباب انو يطلع عنا شي حلو فنيش لا وننسخ شوي الزلي وبرص منيح الخيط على بعض حتى ما يطلع عندي فراغات شايفين؟ دائما عم برفع الخيط عم برصه على بعض موسيقى 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 إذا كنت أول مرة تشوفي قناتي فليز لا تنسي تشتركي بالقناة وتفعني زر الجرس حتى تشوفي كدش جديد بيزا عندي على القناة ولا تنسوا تبعثوا لك الأصحابكم وقناة وهم يشير وهمشي إذا عجبت الفيديو حطي لايك هلأ شعفين أنا هون خلص الخيط فبلزقوا شوي من جوا ما بلزقوا من بره نهاية الخيط مبلزقوا من بره مشا ما تطلع عندي بلزقوا من جوا شعفين من هون بقص شوي الخيط شعفين من بره مشا ما تضيف خيط كمان 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 من جوه لا متلزق من هون منيق فبرد لعبعد شوي بس اللفه لفتين وضيفه عليه للزاق شغلته سهلية اضافة للزاق وبيمشي لحاول اضافة للزاق اضافة للزاق اضافة للزاق شايفين كثرت كثير شايفين كثرت كثير شايتلزق الخيط وما ينفت معي شايفين انا شوية فرضي ومحضركم بمشي حول هايك خلصيت هلا شو بدي اعمال بدي حط الوردة انا هحط لي الوردة كنت عاملة منها بدي اكمله شو بعمل باطل الوردة بقصة اضحيها مدخني فيها عرب ها في مني قصة بموردة هلا انا ما قصيت الوردة كاملة تركت شوي لا احاقص شوي اكثر بس ما اقصى للاخي مشان ما تنفك معي الوردة اتركت شوي لأنه من ضمن أخطائي الأولى من كبداية أنه كنت تقصها للآخر فألاقي أنه الوردة بلاشت تفكفت من هون وردة لزق لزق لحتى ترجع وتركاب فهيك لقيت أنه ما بقصها للآخر أنا حقص هاي لأنه كتير بقصت مستحكمت قصيتها زيادة يعني طولتها زيادة حت فرد السيكون بس يحمل برزيل وردي حرجيكم كيف حت فرد السيكون أخذ وردي وحط عليها كمية نيحة من الزيت اشتركوا في القناة حت فرد السيكون أخذ وردي احضروا في القناة حت فرد السيكون أخذ وردي ساعت ما أحلى هلا برجيكم كيف هنحط المحنة بقلبهم تطلع بشكل مرتف هاي جبت المحنة بكل بساطة رسطت المحنة هي مرضعة بس فيها هاي ها عمل الفيديو عن طل المحنة بس بطريقة أرثر هاي هلا على عجرين عم أرجفهم الودين فلس كيف مكان يطلع شايفين مفتلعي تحتيها على صحنة الأكل وقت وقت ردبي السفرة شايفين محلاها هاي أقصى عندك خواتم السفرة بطريقة سهلة وبنفس الوقت حمي هانا أحرجكم طريقة ثانية كمان ممكن تستخدمي هدون الحجار شايفين أنا لزقتهم أنا كان عندي هدون الخواتم شاريتهم من هوم سنتر لقيتهم كثير سادة فحيك حبي تضيف عليهم هدون الهجار هدون من أي محل كلاف أو مخصص بالهجار وتلاقي عنده هدون موديلات إذا ما عندك هاي الإسفارة فيك تضيفي هاي نفس الحجار على هذا الخاتم كمان بيطلق حلو هدون الخواتم الحديد ممكن تلاقوا منهم بمحلات أبو خمس ريال عم يبيعوا منه أنا شفت منه بس مو هدا الشكل فيه شكل تاني بتلزقوا عليه هاي الحجار أو أي حاجة انتو بيعجبكم أي موديل ممكن تلزقوا عليه لولو كمان بيطلع حلو إن شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو إذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا بزر الجرس حتى تشوفوا كل الفيديوهات اللي جواد بتنزل أول بأول ولا تنسوا تبعاتوا على كل أصحاكم حتى يشتركوا بالقناة أهم شي ما تنسوا تحطوا لايك على الفيديو إذا حبيتوا وتكتبولي يلاقيكم بالتعليقات أشوفكم في فيديو جديد باي باي